أجرى نائب وزير الصحة وسكان عمر قنديل جولة تفقدية موسعة في محافظة دمياط يتدرك في إطار استكمال المرحلة الثانية من المرور الميداني الموسع حيث أوصى بتوفير كواشف وأجهزة تواكب حجم التردد على مركز طب الأسرة بحيثان موجها بمتابعة الصيانة الدورية لمحطات معالجة مياه جميع وحدات الغسيل الكلوية بدمياط فضلا عن تشغيل أحد أجهزة المعمل المشترك بدمياط خلال أسبوع من تاريخ الزيارة